استحوذت التظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان على اهتمام مجلس النواب حيث وجه في جلسته اليوم لجنة حقوق الإنسان النيابية لزيارة مناطق التظاهرات في الإقليم وكتابة تقرير يعرض على المجلس مشددا على ضرورة صيانة الحقوق وحماية المتظاهرين في الأيام الماضية كانت هناك تظاهرات وحرق في مؤسسات الدولة في الجنوب والوسط لم يكن هناك اكتراث من حكومة إقليم كردستان لهذا الموضوع ولكن اليوم نحن كأبناء الجنوب نتحمس وسوف نذهب بلجنة نيابية إلى إقليم كردستان للوقوف على مطالب المتظاهرين الحق وإعطائهم استحقاقاتهم بالشكل اللي يمكن حكومة التحادية بسد جميع احتياجات أبناء الشعب الكردستاني وبرغم إعلان حكومة الإقليم التزامها ببنود مشروع قانون تمويل العجز المالي وتسليم وارداته النفطية وغير النفطية فإن نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طالبوا حكومة الإقليم بضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وعدم قمع المتظاهرين اليوم موجودة متظاهرات بسليمانية بعشر موجودة أربيل ومناطق الأخرى يعني لازم احنا نحمي المتظاهرين هذا ثورة الجياعة أنا أقول محتاج على هاي المرة بصورة قانونية وجدية حكومتين فدرالية وحكومة إقليم كردستاني يوصلون إلى الحل مو مثل السنوات الماضية مو مثل أشهر الماضية احنا محتاجين إلى حل قانوني وشهدت العاصمة بغداد اجتماعات مكثفة بعد موجة التظاهرات في الإقليم لتنفيذ مطالب المتظاهرين بينها لقاء رئيس الجمهورية بلجنة الزراعة النيابية لمناقشة حقوق الفلاحين الكرد وسينتظر مجلس النواب نتائج اللجنة النيابية المشكلة لزيارة المتظاهرين في السليمانية وما قد يترتب عليها من مواقف تسبق إقرار الموازنة الاتحادية أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد